القصة بتاعتنا بدأت لما المديرة المالية لشركة واوي مينج وانزو اتقبض عليها في كندا في ديسمبر 2018 نتيجة مذكرة اعتقال أصدرتها الحكومة الأمريكية وطلبت من الحكومة الكندية إلقاء القبض عليها والحقيقة هي مش بس المديرة المالية لشركة واوي إنما هي بنت مؤسس شركة واوي وهي المتوقعة إنها تكون رئيسة الشركة بعد ولدها يعني هي مش مجرب موظفة الموضوع ده ساعتها زاود الحرب بين بيكين وواشنطن أو نقدر نقول ما بين الصين وأمريكا وساعتها وزارة الخارجية الصينية أعلنت إن هي بتطالب الحكومة الأمريكية بإبداء الأسباب اللي بسببها ألقت القبض على المديرة المالية لشركة واوي وطالبت الحكومة الأمريكية بالإفراج الفوري عليه طبعا الأسباب اللي قارتها الحكومة الأمريكية ساعتها إنها اكتشفت إن شركة واوي بتتجسس على الحكومة الأمريكية باستخدام تكنولوجيا الأجهزة بتاعتها والمعلوماتك طبعاً شركة واوي هي أكبر شركة منتجة للموبايلات في الصين وهي الشركة التانية في العالم بعد سامسونج الكورية وبتسبق شركة أبل في مبيعاتها في الموبايلات على مستوى العام وده بيخلي منتجات شركة واوي موجودة تقريباً مع 3 مليار بني آدم في حوالي 170 دولة وأمريكا بتدعي أن موضوع التجسس ده مش جديد إنما بدأ مع شركة واوي من حوالي 10 سنين تقريباً وطبعاً ترامب بساعتها أعلن أنه مش هيعمل أي بزنس مع شركة واوي نتيجة مخاطرها على الأمن القومي الأمريكي طبعاً خوف أمريكا ده نابع من إن هي عارفة أن التكنولوجيا اللي عند شركة واوي هي اللي هتحدد في المستقبل أنهي دولة اللي هتقود العالم خصوصاً تكنولوجيا الجيل الخامس أو الفاير جي اللي واوي بتعتبر من أكبر أربع شركات بتشتغل في التقنية دي على مستوى العالم إنما كانتش أكبرهم وطبعاً التكنولوجيا بتاعتها تمتد للزكاء الاصطناعي والمدن الزكية اللي بتتعرف على كل المواطنين بتوعها من خلال كاميرات موجودة في كل الأماكن في الدولة زي بالضبط ما أنت بتفتح الموبايل بتاعك وبتفتحه ما غير ما بتكتب باسورد بتفتحه عن طريق إن هو بيعمل فيس ريكونيشن أو بيتعرف على وشك وبيفتح منه الموبايل النهاردة عايزين ندردش ليه ممكن شركة تكون بتخوف دولة ومش أي دولة هي أقوى دولة في العالم الولايات المتحدة الأمريكية وهل فعلاً واوي عملت ما يستدعي الخوف الكبير اللي عند الولايات المتحدة ولا الموضوع مبالغ فيه وهل سياسات ترامب ديها تمتد دلوقتي لسياسات بايدن وحلق إن نفس التعامل مع الموضوع ما بين الأمريكا وما بين الصين ولا الموضوع ممكن يختلف معكم أحمد سند سنة 1987 تم تأسيس شركة واوي ساعتها الصين قررت إن هي هتبدأ نموذج مصغر للرأس المالية واختارت مدينة شنزن وقررت إن في المدينة دي هتبتلي تسمح للناس إن هي تمتلك وتأسس شركات وتبتلي تشوف ده هيأثر إزاي على الاقتصاد الصيني وفعلاً مدينة شنزن دلوقتي بتساهم بما يعادل 10% من GDP الصيني أو نقدر نقول من إمتاجية الصين شركة واوي تأسست في الوقت دا بحوالي 21 ألف يوان صيني اللي هو كان بيساوي وقتها حوالي 5000 دولار أمريكي مؤسس شركة واوي هو مهندس كان بيخدم في الجيش الصيني ومن هنا تنبع المشكلة إن وجود في الجيش الصيني قبل كده ده أثار مخاوف كتير قوي عند كل الناس اللي بيتعاملوا مع شركة واوي خصوصاً أمريكا لأن هي طبعاً بتقول إن الراجل ده ما زال بيتعامل مع الحكومة الصينية من خلال منصبه كرئيس ومؤسس لشركة واوي وده بيقوي الدعاء الحكومة الأمريكية إن شركة واوي ما هي إلا شركة بتخدم الحكومة الصينية وبتساعدها في التجسس على العالم كله عن طريق نشر أجهزتها في العالم كله بس طبعاً شركة واوي بتقول إن الكلام ده مش منطقي ومش أي حد خدم في الجيش الصيني هيبقى لسه بيتعامل معاه وإلا كده أغلب الشعب الصيني هيبقى بيغضل من جيش الصيني حتى بعد التقاعد وهم بيشوفوا إن ده مش منطقي وبيأكدوا إن شركة واوي هي شركة خاصة 100% والحكومة الصينية لا تمتلك فيها أي نسبة وبالعكس مؤسس شركة واوي اللي بسببه حصل كل المشاكل دي هو بنفسه يمتلك تقريباً 1.4% من أسهم شركة واوي والباقي موجودنا على 90 ألف موظف اللي متعينين في شركة واوي يعني هو كرئيس ومؤسس لشركة واوي ما عندوش الباور الكافية أو القوة الكافية إنه هو ياخد قرارات لوحده نرجع تاني لمدينة شانزين اللي كنا نتكلم عنها اللي فيها تقريباً حوالي 20 مليون نسمة المدينة دي بتتطور بشكل سريع جداً لدرجة إن فيها مرأبة بالكاميرات لكل حتة فيها لو أنت واحد من الناس بتعدي الشارع على رجلك في وقت عبور العربيات ساعتها الكاميرات كلها هتصورك صورتك هتظهر على لافتة كبيرة جداً في الشارع وجايبة كل البيانات بتاعتك وفي نفس الوقت هيجيلك رسالة على الموبايل في وقتها بالغرامة اللي انت المفروض تدفعها غير طبعاً نظام النقاط اللي بتميز مواطن عن التاني بمعنى أدق لو أنت من الناس المواطنين اللي بيعملوا مخالفات كتير فهيبقى ليك نقاط أقل من النقاط بتاعت المواطن الصالح اللي بيحاول يلتزم بكل القوانين اللي بتفرضها الدولة وده طبعاً هيبقى ليه مميزات فلو حد لي حق في الدعم أكيد المواطن الصالح هياخد نسبة أكبر من المواطن اللي بيكسر الإشارات أو بيخالف القوانين وفي نفس الوقت لو فيه اتنين بيقدموا على قرد من البنك في الصين فأكيد التمييز هيكون للمواطن الصالح اللي بيلتزم بكل القوانين أكتر من المواطن اللي بيحاول يمشيها بالعافية كل البيانات دي بتتجمع عند الحكومة الصينية بس يا طرق تتجمع إزاي؟ إيه الجهاز اللي بيرصد كل الكلام ده؟ الصين فيها حوالي 500 مليون كاميرا بتوصلة بتصور كل حاجة في الشوارع ثانية بثانية يعني نادر نقول تقريباً إن فيه كاميرا لكل ثلاثة مواطنين والهدف منها إن هي تخلق دولة آمنة كل حاجة فيها متصورة مفيش أي حد يقدر يخالف القانون ولو فيه أي حركة مريبة بتحصل في الشارع في وقتها البوليس بيتحرك للمكان اللي الكاميرات صورته قبل أصلاً بيحصل أي مشكلة وده طبعاً من فوايد الجيل الخامس أو الفايف جي إن كل الكاميرات وكل الأجهزة الموجودة في الدولة تبقى متوصلة كلها بشبكة الإنترنت وكلها بتوصل لسيرفر معين يقدر من خلاله أي حد عنده التحكم ده إنه هو يشوف كل اللي بيحصل في الدولة وشركة هواوي بتنتج أجهزة الفايف جي دلوقتي على مستوى العالم في حوالي 230 مدينة آمنة من النوع ده في 40 دولة مختلفة كلهم موجود فيهم أجهزة شركة هواوي طب دلوقتي الصين بتستخدم الكاميرات وكل الأجهزة دي علشان تحمي بلدها وتقدر تمنع أي مشاكل أو أي جرائم قبل ما تحصل طب إيه اللي يمنع الصين إن هي تكبر شركة زي هواوي إن هي تديها كل البيانات اللي صورتها في 230 مدينة اللي في الاربعين دولة دولة هل في حاجة تمنع ده؟ الحقيقة لا في قانون تم تمريره سنة 2017 في الصين خاص بالناشنال انتليجنس أو نقدر نقول الزكاء القومي القانون ده بينص إن مش من حقق أي شركة صينية إن هي ترفض التعامل مع الحكومة الصينية وتديها أي بيانات هتأثر على الأمن القومي الصيني وطبعا الكلمة ديه وسعى قوي تقدر تقول إن ممكن يكون ما يحدث في دولة أخرى يؤثر على الأمن القومي الصيني لإن ممكن يكون بيتم التحريض أو تجهيز لحرب على الصين وبالتالي يعتبر ده بيهدد الأمن القومي الصيني فمن حق حكومة صينية تطلب من شركة زي هواوي إن هي تديها كل البيانات اللي هي صورتها واللي هي سجلتها وخاصة بشعوب الدول المختلفة الحقيقة الموضوع بقى في أمريكا مختلف شوية يعني مش حق مثلا الـ FBI إنه هو يكبر شركة زي أبل إن هي تديله كل البيانات الخاصة بالمستخدمين بتوعها على مستوى العالم ساعتها من حق السي او اللي هو مثلا في الوقت الحالي تيم كوك إنه هو يرفض حاجة زي كده والموضوع يروح للمحاكم طبعا إحنا نفترض دلوقتي أفضل الحالات إنه هو مش حيدي البيانات دي للحكومة بس على الأقل لأوي القانون الأمريكي مش بيكبره إنه هو يعمل له فحين إن القانون الصيني بيكبر الشركات الصينية إن هي تعمله لو بصينا بقى من ناحية اقتصادية بحتة نلاقي إن شركة زي هواوي وفرت تقريبا 160 ألف وظيفة على مستوى العالم سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة شركة هواوي باعت بس في الربع الأول من سنة 2019 حوالي 60 مليون موبايل ومش بس كده تقنية الجيل الخامس اللي هتخلي كل حاجة في العالم مربوطة ببعضها الأجهزة بتاعتها موجودة من شركة هواوي وعلى حسب المقارنات ما بين شركة هواوي والشركات الباقية اللي شغالة برضو في تقنية الجيل الخامس شركة هواوي سبقت الشركات دي بما لأقل عن مجهود سنتين وطبعا ده مش حاجة صغيرة معناها إن شركة هواوي عندها فرق كبير قوي ما بينها وما بين الشركات المنافسة لها شركة هواوي بدأت البحث والتطوير أو الـ R&D في مجال الجيل الخامس تقريبا في سنة 2009 في وقت لما ما كانش حد أصلا بيفكر فيه الجيل الخامس ده هيخلي كل حاجة في عالم مربوطة ببعضها نفترض مثلا محطات الكهرباء سواء محطات التوليد أو محطات النقل والتوزيع كلها هتبقى مربوطة بالإنترنت وتقدر تتحكم فيها عن طريق الإنترنت محطات المياه نفس الكلام هتقدر تتحكم فيها عن طريق الإنترنت فتخيل انت مثلا لو في دولة أو جهة معينة عندها السيطرة على كل محطات الكهرباء بتاعت الدول اللي تستخدم الأجهزة اللي وجاية من شركة هواوي ده معناه ان لو في وقت حرب أو وقت خلاف أو نزاع تقدر الشركة صاحبة الأجهزة دي ان هي تعمل شوت داون أو توقف كل الأجهزة بتاعتها اللي بتسيطر وتتحكم في كل محطات الكهرباء كل محطات المياه وكل الأجهزة الحيوية اللي موجودة في أي دولة ومش بس كده العربيات ذاتية القيادة اللي هي عربيات المستقبل هتبقى مربوطة بالإنترنت وبرضو اللي بتحكم فيها هو صاحب الأجهزة دي وكل حركة المرور سواء من أوتوبيسات سواء من خطارات أو طائرات كلها هتبقى متوصلة بالجيل الخامس وده معناه ان كلها هتبقى تحت سيطرة الدولة أو الجهة اللي بتتحكم في التكنولوجي دي أو هي اللي تنتجي الأجهزة الخاصة بالتكنولوجي دي مثال على كده الاتحاد الأفريقي مبنى الاتحاد الأفريقي كل أجهزة الاتصال اللي موجودة فيه كانت هدية من الحكومة الصينية للاتحاد الأفريقي وكلها جاية من شركة واوي وده معناه ان أي حوار أي اجتماع حتى لو اجتماع سري ممكن يتم نقل كل حاجة بتحصل فيه للصين وكل الملفات اللي موجودة وبتترفع على السيرفر برضو الصين ساعتها يبقى لها أكسس أو تقدر تطلع عليها بسبب القانون اللي هي فرضته على كل الشركات الصينية إن هي تديها البيانات المطوبة اللي ممكن تحمي الأمن القوم الصيني طبعا بقى مؤسس شركة واوي حلف بكل الأيمان إن الشركة ملهاش في الشمال وإن هو مستعد ينضي مع أي حكومة تطلب منه ده والاتفاقيات اللي بالنوع ده هتضمن لدولة من الدول اللي بتستخدم أجهزة واوي إن البيانات بتاعتها مش هيتطلع عليها أي دولة تانية غير بالاتفاق مع الدولة صاحبة الأجهزة بس هل فعلا شركة واوي تقدر تقول الحكومة الصينية لأ حتى بعد مطمدي اتفاقية زي دي مع الحكومات التانية في الغالب لا وهو ده مدخل أمريكا وشككها أمريكا بتقول إن الصين مش دولة ديمقراطية زي أمريكا وساعتها الحكومة الصينية سهل جدا إن هي تكبر شركة زي واوي إن هي تديها كل البيانات دي حتى بعد مطمدي أي اتفاقية مع أي دولة تانية لأن ببساطة شركة واوي كلها ممكن تقفل في ثانية لو الصين قررت إن هي هتغضب عليها وإحنا شفنا دلوقتي اللي بيحصل مع حد زي جاكما مؤسس شركة علي بابا بعد ما بدأ بس يناطح مع الحكومة الصينية ومع النظام البنكي الصيني ولغاية دلوقتي الراجل المختفي وممكن نعمل حلقة خاصة عن جاكما ويا ترى إيه اللي بيحصل دلوقتي في شركة علي بابا والاي بي او أو الاكتتاب اللي كان بيفكر يعمله للشركة الجديدة بتاعته واللي كان هيبقى أكبر اي بي او في التاريخ وده معناه إن الصين سهل قوي تمشي كلامها على كل الشركات الصينية أمريكا شايفة إن تكنولوجية الفايف جي أو الجيل الخامس لو جات عن طريق الصين فهي ببساطة هتبقى عاملة زي حصان ترواضة اللي من خلاله تقدر الصين تتجسس على العالم كله بحلول سنة 2025 متوقع إنه يبقى فيه تقريبا مئة مليار جهاز على مستوى العالم متوصلين كلهم بالإنترنت عن طريق الفايف جي تخيل بقى البيانات اللي بتتسجل عن طريق المئة مليار جهاز دي كل البيانات الممكنة سواء بيانات حيوية خاصة بالشعب بتاعة كل دولة أو بيانات خاصة بالإنفراستركشور أو البنية التحتية بتاعة أي دولة تقدر تعرف فيها كل الأسرار بتاعة أي دولة سواء للكهرباء سواء للمية سواء للطاقة بتاعة الدولة اللي انت بتسجل منها سواء لكل البيانات الطبية بتاعة الشعب سواء للمشتريات بتاعتهم أي حاجة بتحصل وبيتم تبادلها عن طريق الدولة دي هتقدر بزرار تشوفها وتطالع عليها وطبعا ده بيدي بريفليج أو ميزة لشركة زي واوي يعني هل ساعتها لو موضوع انتشر في أوروبا وأفريقيا وكل الدول عن طريق شركة واوي تقدر أمريكا تعايد الصين؟ هل تقدر أمريكا تحاربها؟ ولا ممكن دلوقتي الصين هي اللي تبتز أمريكا بوجود كل الأجهزة دي على مستوى العالم خصوصا لو قدرت تدخلها في أمريكا أمريكا طبعا حاولت تلعب بنفس الاسلوب التكنولوجي إن هي إزاي تعمل حصار حوالين شركة واوي وإن هي تمنع إن هي توصل للجفعة أو اللي هي الشركات الخامسة الكبيرة جوجل، أبل، فيسبوك، أمازون، أو مايكروسوفت يعني مش هتلاقي مثلا جهاز مصنع عن طريق شركة واوي موجود عليه جوجل مابس لإن شركة جوجل منعت إن ده يحصل وفي نفس الوقت مش هتلاقي عليه مثلا جوجل أب اللي تقدر تنزل منه ببرامج اللي موجودة على الأب ستور بتاع جوجل ممكن ده ما يعملش مشكلة كبيرة لواوي في الصين لإن أصلا جوجل أبس و جوجل مابس ممنوعين في الصين إنما واوي هدفها إن هي بيع متجاتها على مستوى العالم كله فدلوقتي لو أنا واحب بشتري موبايل ولقيت إن ما فيوش جوجل مابس أو ملقيت إن أنا مش هادر أستخدم الجيميل وأقدر أبعت لأي حد إيميلاد أو مش هلاقي عليه الأب ستور اللي قدر أنزل منه البرامج والتطبيقات المختلفة اللي بتقدمها جوجل هشتري موبايل ده ولا لأ والحقيقة مش بس كده فيسبوك عملت نفس الكلام مش هتقدر تنزل فيسبوك أو تستخدم الواتساب أو تستخدم الماسنجر بتاع الفيسبوك على موبايلات واوي دلوقتي ده طبعا بيدايا الخناء قوي على شركة واوي لأن أنا كواحد دلوقتي مستهلك مش هشتري موبايل مفهوش جوجل مابس مفهوش أب ستور مفهوش جيميل مفهوش فيسبوك مفهوش واتساب مفهوش ماسنجر بتاع الفيسبوك هستخدمه إزاي يعتبر في الآخر ملوش أي لازمة بالنسبة لي وبالتالي هتطرى أشتري أي حاجة تانية والنفطارة سامسونج أبل أو غيره وبكده إلى حد كبير أمريكا قدرت أن هي تضغط على شركة زي واوي بس يا ترى هي إزاي أقنعت الشركات الخمسة دول أن هي ما تستخدمش الأبليكيشنز بتاعتها على موبايلات واوي هل قعدوا واتناقشوا ولا برضو الحكومة الأمريكية أكبرت الشركات الخمسة الكبار أن هم ما يتعاملوش مع واوي وهل فعلا الحكومة الأمريكية عندها الديموقراطية كافية أن هي ما تكبرش الشركات دي تعمل كده زي ما هي بتلومها على الصين ولا الموضوع ماشي ازاي سؤال تاني هل لو شركة واوي دي كانت شركة من أي دولة تانية مش من الصين ولنفطارب مثلا أن هي كانت شركة برزيلية أو من أوروبا هل أمريكا هيبقى ليها نفس رد الفعل الموجود حاليا ولا هو الموضوع علشان هي شركة صينية وللناس اللي بتقول أن الشركات الصينية هي عبارة عن كابي كات أو ناس بيقلدوا كل المنتجات الأمريكية أو الأوروبية ويعملوا زيها شركة واوي هي أكبر شركة على مستوى العالم سجلت براءة اختراء بحوالي 5400 براءة اختراء يليها شركة متسبيشي اللي سجلت تقريبا 2000 و 800 براءة اختراء وبعدها شركة انتل بحوالي 2500 براءة اختراء يعني تقريبا شركة واوي تعتبر ضعف أي شركة من دول وده معمياه أن الصينيين دلوقتي لم يقلدوا الصينيين بيبتكروا وبيختاروا وبييزبقوا كل الشركات وكل الدول الثانية يعني شركة واوي دلوقتي تعتبر المركز الخامس على مستوى العالم في انفقها على البحث والتطوير أو Research and Development فازاي بيصرفوا كل الفلوس دي وفي الآخر هيرجعوا يسرقوا كل الحاجات اللي بتعملها الشركات الأوروبية أو الأمريكية الحرب على التكنولوجيا بدأت من زمان وإحنا طبعا لسه بنتفرج شوية نشوف ده بيقول إيه وشوية بيقول إيه بس إحنا في الآخر يا إما الأجهزة اللي عندنا هتقوم دي الصين أو من أمريكا أو من أوروبا هل وارب مثلا لأجهزة 5G تبقى موجودة تصنعها في دولة من الدول العربية؟ أتمنى الحقيقة اللي جاب على بعض الأسئلة لسه مش واضحة خصوصا لما نشوف سياسة بايدن مع الحكومة الصينية هتبقى عاملة إزاي؟ هل هيستمر على نفس الأسلوب اللي كان بيعمله ترامب؟ الحقيقة ما أعتقدش أحب أسمع منكو هل أنتوا مثلا تتخيلوا أننا كدول عربية نقدر نستثمر بما يكفي إننا نعمل تكنولوجي 5G أو الجيل الخامس اللي نقدر نستخدمه في الدول العربية وما نحتاجش لمنتجات موجودة من الصين أو من أمريكا أو من أوروبا؟ وشوفنا مثلا دولة زي الإمارات قدرت إنها تطلع للفضاء عن طريق استثمارات عملتها داخل الدولة فإيه اللي إنها عند الدول العربية إنها تستثمر وتطور فأجهزة بتشتغل بتقنية 5G أو الجيل الخامس؟ عموما خلينا نشوف أتمنى الحلقة تكون عجبتكم ولو عجبتكم فعلا ياريت تعمل لايك وشير الفيديو وتعمل سبسكرايب لليوتيوب شانل وتشوف كل الحلقات اللي فاتت وتستنى الحلقات الجاية شكرا